زينب بالقراءة ترتقي العقول تحت هذا الشعار تستمر فعاليات معرض كتاب الطفل بدورته الثانية في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق ضمن مجموعة من الفعاليات أو الأنشطة الثقافية والتفاعلية مع الأطفال وثمر من ضمن هالفعاليات لأقيمة أكيد على هامش المعرض قدم الطلاب طلاب صفلبيانو والأكورديون والهارب معهد صلح الوادي للموسيقى حفلا بمكتبة الأسد الوطنية ولنحكي أكثر عن المشاركة وعن معهد صلح الوادي معنا أكيد نسرين حمدان مديرة المعهد الموسيقية والبالي ومديرة معهد صلح الوادي يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك بالبداية خلينا نحكي عن المشاركة خلينا نحكي عن أهمية مشاركة أطفال صلح الوادي بها الفعاليات هلأ الحقيقة نحنا كنا بيوم الافتتاح كان معنا فرقة الأكورديونات واستاذ الأكورديون الرئيسي بمعهد صلح الوادي استاذ ويسام الشاعر افتتحنا بالنشيد العربي السوري بعدين عملنا قطعتين لفرقة الأكورديونات هلأ الحقيقة هي هاي فرقة محدثة يعني هاي كان أول ظهور تقريبا لها كمان في كان لهم حضور بحفلة اللي بعد بيومين مع صف الهارب وصف البيانو بمعهد صلح الوادي نعم يعني كمان شاركتوا بمعرض كتاب رغم بساطتها الحفلات لأنه كتير ممكن مهمة للطفل للأهل لألكم لتقدموا الإنجاز والمتابعة اللي حققتوا عبرها الأطفال الموهوبين فخلينا نحكي كمان عن هالمشاركات هلأ بالنهاية القراءة والموسيقى والفنون رديفين لبعض يعني نحنا بالنسبة لنا هذا الظهور هو مانه أول ظهور يعني لأطفالنا دائما عم يكون فيه مشاركات بكل شيء بالنهاية هو كان معرض لكتاب الطفل ونحنا هدول الأطفال يعني هنين عم يمثلوا بعضهم أكيد خلينا نتابع مع بعض الحفل التي قدموا طلاب معهد صلح الوادي في مكتبة الأسد الوطنية ونرجع لنتابع حوارنا مع بعض ترجمة نانسي قنقر 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 حفلات من رغب من بساطتها ولكن عندها أهمية كبيرة على طلاب وعند الأهالي حتى يشوفوا نقاط ضعف وقوة أولادهم خلينا نحكي عن هذه الأهمية الكبيرة هلأ نحن دائما نشجع أولادنا ليس طلابنا أولادنا أن يكونوا دائما بأي حفلة من تقريبا شهر شاركنا بحفلات تحت سماء دمشق كان بالحديقة المنشية كان ظهورهم كثير 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 مهم لا يعرفوا بأي مكان أنتم وجدتوا فيه تقدروا تكونوا مميزين ضمن حديقة عامة ناس عم تفوتوا تطلع عم تتمشى أنا حبيت أنوا يتشاركوا بهيك شي نحن على أيامنا على أيام استاذ صلحي الوادي الله يرحمه شاركنا بهدول الظهور كثير يعني بالحدائك المنشية أو ببابتومة أو موسيقى على الطريق كان اسمه المهرجانات كثير حلو فحبينا أنه أولادنا كمان يشاركوا بهدول الأشياء يعني مو بالضرورة أنه يكون ظهوركم بس على مسرح دار الأوبرا أو أي مركز ثقافي أو مكتب الأسر تصدر مواهبهم أكتر بتعطيهم قوة شخصية تماماً نحن هذا اللي عم نسعى له أنه وين ما نحطيت أنت بدك تكون ظهورك مميز أكيد طب كل العالم بتسألنا بما أنه بنشتغل بالإعلام وهيك أنه دائماً تستقبلوا حدا من معهد صلحي الوادي بأي عمر بيستقبلوا كيف فينا نسجل أولادنا كيف فينا نخليهم فعلاً أنه يتعلموا على آلة موسيقية خلينا نحكي على الأعمار والشروط الممكن أنه يدخل الولاد هذا دائماً كمان السؤال عم ينطرح علينا نحنا بنستقبل الأطفال من عمر 8 سنين وبيستمر معنا نحنا نظامنا مدرسي يعني عنا فحوصات نص السنة فحوصات آخر السنة هلأ الشروط اللي المفروض تكون متوفرة هلأ أنا بتمنى أنه نقدر أي ولد بسوريا نقدر نستقبله عنا بمعهدنا أكيد لأنه الطفل اللي بيتربى على الفن والمسيقية أكيد ما رح يحمل لا صلاح ولا حي يكون مؤذي بالمستقبل للأسف أنه نحنا يعني ما بنقدر نستقبل كافة الأولاد مثل ما قلتلك نحنا الشروط أنه يكون عمره 8 سنين حتى لو ما بيعرف شيء حتى لو ما بيعرف شيء نحن بديخضى على فحص هو نشوف أنه إذنه موسيقية هل هو قادر أنه يتابع بهذا المجال مو كل الأولاد عندهم نفس الموهبة بكل شيء يعني في أولاد موهبين بالرسم في أولاد موهبين بالموسيقى في أولاد موهبين بالشعر في أولاد موهبين بالرياضة فنحن يعني منحاول نوجههم وبالنسبة لاختيار الآلات يعني كمان نحن منحاول نوجهه شو مثلا إيدي مناسبة لأي آلة آلة واترية ولا للبيانو ولا للآلات الشرقية أو آلات النفخ تبريكي هو مثلا بيحب أو عنده يعني موهبة مثلا بالليبيانو أنتو شو بتعملوا بهيك وقلتو له أنت ما بيناسبك هاي الآلة يعني بتغيروله الآلة كلاش هلا مثل هيك قصة شو متير؟ تماما يعني إذا كانت إيدي مانا مناسبة هلا نحن مثلا بالنسبة للآلات الواترية يعني مثلا إذا كان يسراوي الولاد فهي بتكون فيه مشكلة بضغط الإيدين يعني من فقط أنه ماي هذا من وجهه على غير آلة تانية مثلا آلات النفخ إذا في عنده مشاكل تنفسية أو عنده مشكلة بالفك ما فينا يعني بدي يوصل لوقت بدي يوقف هذا الولاد لا نحن منحاول أنه نوجهه قدر الإمكان لا الاستمرارية طبعا يوم السبت الجاي فيه كمان قسم الغناء الشرقي راح يشارك بحفل خلينا نحكي أكتر كمان عنه تمام صف أستاذ سومر نجار الحقيقة هو صف مميز جدا 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 بطلابه وبأستاذه طبعا مو بس أستاذ سومر نجار أستاذ كمال سكيكر كمان مدرس صف الغناء عن ناس غناء الشرقي لا الحقيقة هنا يعني أنا مو تحيز لمعهد صلحي الوادي يعني عنا طلابنا مميزين جدا جدا يعني وعلى عدد الطلاب المتميزين احنا منقدر نعمل نغطي حفلين أو ثلاثة يوميا أكيدا خلينا نحكي عن أهمية الحفلات حكينا عن دور الأهل هلأ نحكي عن الحفلة بما أنه أنت عبتوشوا الطلاب أنه مثلا الموسيقى هي مولا تمضية الوقت أو للتسلاية أو لأبراز بس الموهبة الموسيقى هي علم كامل وبدأ جهد مضاعف خلينا نحكي عن هذا الموضوع وكيف الطلاب عب يقدروا يوازنوا بين دراستهم وبين الموسيقى هلأ الحقيقة أنا دائما بطلب منهم لأولادنا أنه ما بيصير تأثروا بدراستهم كنتوا درسوا أول بعدين يعني تنظيم الوقت تنظيم الوقت نحنا في عنا طلاب عم تكون متأمنيزة جدا بمدارسها يعني عنا طلاب المدارس النخبوية مو النخبوية بمعنى أنه التكلفة المادية لأنه المدارس اللي عم تاخد المتفوقين دراسيا والمتفوق دراسيا أو متفوق بالموسيقى عم ينعكس على دراسته عم يكون إنسان منظم كتير عم يقدر يزبط وقته بين الدراسة وبين الموسيقى وحتى ترفيه هو بالنهاية طفل يعني أندي ما في نكت تجبري أنه بس دراسة وموسيقى نحنا الموسيقى كمان بتدوى التمرين يعني نحنا طلابنا على الأقل عم يتمرنوا ساعة و ساعتين و ساعتين ثلاثة يومياً أيام الامتحانات عم توصل أوقات تمرينهم لأربع خمس ساعات إذا مو أكتر يعني كمان بنقلكم كل التوفيق لكل كادر مهد صلحة الوادي بعرف قد يتعبوا الأساذ بتعليم الطلاب وفي تعلق كمان العلاقة إنسانية بيناتهم خلينا نحكي كمان عن المشاريع الجديدة أو الفعاليات الجديدة اللي عم تحضروها أو يمكن خطط جديدة للعام الجديد بما أنه نحن بآخر شهر من السنة هلأ الحقيقة فيه فيه خطط كتير 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 يعني أنا هلأ بصفتي إنه مديرات مديرات المعاهد الموسيقية والبالي بسوريا فيه مشروع حلم يعني إن شاء الله بيتنفذ إنه يكون فيه فرقة مشتركة أو فرقة مشتركة من كل طلاب المحافظات إن كان فرقة موسيقى عربية أو فرقة الموسيقى الكلاسيك أو حتى الأكورديونات أو حتى نحن هلأ عم نجهز لمشروع أوركسترا للآلات الإقاعية كمان تكون على مستوى سوريا كلها ياتا بإذن الله أكيد أنتوا عم تساعدوا عبناء أجيال موسيقية محترفة خلينا نحكي مثلا طلاب الموجودين عندك ممكن تخليهم يعزفوا على آلتين ولا بس بآلة وحدة يختص بيا ويتميز بيا هلأ بالبداية أول أربع سنوات بيختص بآلة وحدة يعني اللي هو رغبته الأساسية السنة الرابعة عنا بيقدر بيأخذ آلة تانية هلأ مثلا طلاب الغناء بيقدر يأخذ آلة بيانو الآلة التانية هلأ هو إن شاء الله إن شاء الله بالمستقبل رح تكون آلة البيانو هي الآلة السانوية لكل طلابنا لأنه المفروض هيك يكون آلة البيانو إنه هي الآلة السانوية مثل ما عم قلك إنه بعد السنة الرابعة طلابنا بيحق لهم يأخذوا آلة تانية أكيد نحن نتشكرك كتير أكيد كل الشكر الأكبر للطلاب المتميزين وللأسادزة في معهد صلحة الوادي فينا نقول الشكر للأهالي والأهالي لأنه ما بتتصوري قديش عم يأخذ من وقتهم واهتمامهم بالأولاد طبعا أكيد للأسادزة والإداريين اللي عنا أكيد نتشكر الطلاب والأسادزة والإداريين والأهل وأنتوا اللي عبتبنوا مثل ما أنا جيل موسيقي محترف ومتميز في سوريا شكرا لوجودك معنا ونشوفك بحلقات قادمة شكرا لكم